نتكلم عن النهاردة هيحصل ايه؟ النهاردة ان شاء الله يفتتح بطولة كأس السوبر المصري للأبطال اللي هيشارك فيها طبعا أربع عندية مصرية النادي الأهلي بطبيعة الحال بحكم ان هو بطل الدوري وكمان معاه نادي بيرامدز وصيف بطل الكاس ونادي سيراميكا كليوبترا اللي حينعبه من نهاردة ان شاء الله الساعة 7 مساء واخيرا نادي مودرن فيوتشر طبعا بطولة كأس السوبر للأبطال هي أول نسخة بالنظام المستحدث وخلي بالحضراتكم فيه أكتر من دولة كمان بتعمل بطولة السوبر الخاص بيها وبنفس الطريقة طبعا أبرزهم على الإطلاق السوبر الإسباني اللي عادة ما بيطلعش بره الثلاثي الشهير ريال مدريد والبارسا وأتلاتكو مدريد عشان كده فكرة يعني إقامة مسابقة السوبر المصري بمشاركة أكتر من فريق هو أمر جيد جدا واعتقد ان البطولة ان شاء الله هتكون نجحة جماهيريا وده واضح من حاجات كتير لكن نقدر نكون واثقين من هذا الأمر ان شاء الله خلونا بقى ندخل أكتر في المشهد وأكيد عارفين ان الوقت كان ديق جدا كالعادة بس المرة دي بمجرد وصول البعتة خلال طبعا 48 ساعة الأخيرة من المملكة العربية السعودية بعد المنافسات القوية اللي خدوها في كأس العالم للأندية على طول دخلنا في مود البطولة مبارح مستر مارسل كولر عمل تدريب للعيبة المعنويات واضح انها مرتفعة جدا خصوصا بعض الظهور بشكل جيد في منافسات كأس العالم للأندية والحصول على الميدالية البرونزية لكن في النهاية انت بتشارك في أكتر من بطولة وبتطلع من منافسات محلية تدخل على منافسات قرية تطلع من القرية على منافسات عالمية ترجع من العالمية مرة تانية على المنافسات المحلية وده قدر النادي الأهلي والعيبة النادي الأهلي وواضح كمان انه قدر جماهير النادي الأهلي الحقيقة امر صعب جدا مش اي فريق يقدر يستوعب هذا الامر مش اي فريق يقدر يتأقلم معاه خصوصا في مصر او حتى في افريقيا بشكل عام عشان كده النهاردة برضو هنقول انه وارد جدا اننا نشوف تغيير الى حد ما في تشكيل الفريق من جانب مستر مارسل كولر وارد انه يحصل في ثلاث لعيبة اربع لعيبة وبرضو وارد انه يبتدي بنفس تشكيل المباراة الاخيرة اللي لعبها امام وروا الياباني يعني فيه ناس كتير ممكن تبقى متشككة في هذا الامر وممكن يكونوا شايفين ان المجموعة اللي شاركت يوم الجمعة اللي فاتت يعني ممكن مش بالضرورة ان كلهم يبتدوا فيه ماتش النهاردة امام سيراميكا كليوباتر عموما هي ساعات يعني بسيطة بتفصلنا على اللقاء وكده كده هنعرف مين التشكيل الاساسي